موسيقى بين الفلسطينيين والإسرائيليين صراع طويل ممتد وعملية سلام تتعثر أكثر مما تسير هل من أفق لسلام يتحقق؟ نقطة حوار يتواصل معكم في هذا الجزء أنا محمد عبد الحميد أرحب بجميع ضيوفي مرة أخرى ونواصل الحديث عن قضية اليوم حاتم أبدأ معك أهلا بكم جميعا طبعا بداية وسط كمية كبيرة من الاتهامات المتبادلة ما بين الجانبين كثيرة هي الأطراف التي تحاول أن تبحث الآن عن أسس لاستكمال الحديث أو إمكانية واحتمالية الوصول إلى سلام ما بين الطرفين على أي أساس أعتقد أنه يمكن أن يتحاور الجانبين ويصلوا إلى سلام ما؟ هل هذا وارد أصلا؟ أنا برأيي نعم الفجر يبزغ بعد أحلق لحظات الليل وما نشاهده اليوم من وضع صعب ومعقد برأيي إذا كانت نوايا حسنة ونوايا إيجابية من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني فالإمكانيات متواجدة اليوم الطرح الفلسطيني يأتي بشكل جدا سلس ومرن إرضاء الجانب الفلسطيني بإيقاف الاستيطان بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإبقاء النقاط التي فيها إشكاليات كموضوع القدس كموضوع اللاجئين لحوار متبادل حتى المؤتمر الرؤساء العرب أتى بهذا الطرح في نهاية الأمر هناك فريقيا المفروض أن يقعدوا ويتحاوروا من أجل النقاط يعني قضية اللاجئين الرئيس أبو مازين قال إحنا مش راحين طبعا نجيب الست ملايين وندخلهم لإسرائيل لا ولكن هناك عدد معين إسرائيل أيضا تتحدث عن عدد معين مستعدة لاستقبال هذا العدد قضية القدس برأيي هناك عدة حلول سواء كان جعل مدينة القدس مدينة دولية والأمم المتحدة تدير هذه الأمور المقدسة إلى آخر ولكن لا يجرأ أي فلسطيني على التفريط بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين كل الأفكار الأخرى وكل الأراء الأخرى أبو ديس وغير أبو ديس وكذا كل هذه أمور فققيع لا يمكن أن تصمد أمام التحدي الفلسطين لماذا لا يقبل طرف الفلسطيني الإسرائيلي عفوا طيب بهذا الحل إذا كان الحل يبدو ليس سهلا لكن على الأقل ممكن وفقا للجانب الفلسطين ديفيد أنا لا أتكلم باسم إسرائيل لا أنا أريد أن أسمع لوجهة نظرك بالتأكيد لا أحد يتكلم باسم أي أحد رسمي لا أتكلم ما أنا أقلقني ما رأيت أنا ما عندي كل مشكلة أنه أتحدث مع الزميل حتى في هالمواضيع اللي يتحدث بها لكن ما أقلقني أنه أضو كنيسة إسرائيلي من عرب إسرائيل أو عرب فلسطين أو فلسطينة إسرائيلية ما عندي كل مشكلة بتعريف الهوية الذاتية لها تقول أنه إسرائيل احتلال من 48 فالمشكلة هي مو مسألة 67 المشكلة نرجع إلى ما أنا أمر ما قلته أنه هل الفلسطينيين أو العرب يعترفون بأن لليهود أدهم حق قومي في هذه الأرض وكما أنا أعترف أنه للفلسطينيين ولو ما كانوا فلسطينيين كنا نتحدث عن العرب لكن الهوية الفلسطينية تحددت بعد الـ 48 أكثر وبعد الـ 67 أكثر والآن يشأكو شعب فلسطيني فأنا أعترف بالشعب الفلسطيني بس الطرح الذي قدمه الطرح الذي استمعنا إلهي الآن وقالوا حتى انفكرة حتى مبدأ حل الدولتين كبداية كيتحدث طرفان هناك إحساس عامل إسرائيل لا تقبل به كل مشكلة ما عندي مع حل الدولتين لكن في مشكلة عند إسرائيل هذا الحل الوحيد اللي ممكن أنه يطبع هل توجد مشكلة عند إسرائيل في حل الدولتين بالصورة التي يتواجد بها أو عارفنا شوف أنا قبل 40 سنة كنت أتكلم أنه الإسرائيليين يجب أن يتحدثوا مع الفلسطينيين مع فتح حتى في الوقت اللي ما كان أحد يحكي بهذا الموضوع صحيح أنا كنت من مؤيد شارون من أنه انسحب من غزة غزة كانت فت فرصة كبيرة جدا أنه تجعل من كثير من الإسرائيليين يحكمون أنه أكوء احتمال أنه إذا ترجع الضفة الغربية في إطار سلام أنهما الاستيطان هذا فتنوع أنا أتصور من العذور لأنه أثبتت إسرائيل لما تريد أنه تنسحب من أراضي المستونات ما مشكلة يعني هو عذر تستخدم إسرائيل أو العذر من جنب الفلسطيني عذر أنا أعتقد من جبل الفلسطيني كيف كيف يعني إسرائيل تستكمل يعني إذا كانت إسرائيل تستكمل البناء إلى الآن كيف تعتبر مجرد عذر لأنه إسرائيل إسرائيل مواقفة ما مستمرة بالموضوع فالمشكلة أنه كل ما يمشي الوقت يتعقد المثلة تتعقد أكثر إذن هذه مشكلة إسرائيل ولا مشكلة الفلسطينيين مشكلة إسرائيل ومشكلة الفلسطينيين مشتركة المشكلة لكن لما نحكي الآن هل من ممكن أنه إزالة أرييل؟ لا أو مدعين مع أليا أدوميم؟ لا لكن كثير من المستوطنات ممكن إزالتها أو هل ممكن حل سلمي نحن نحو التبادل الأرض؟ يس ممكن أن يكون حل خليني السؤال السؤال اللي تفضلت به أسأل به فوزي أرجوك بالطرحين هل ممكن يكون فيه حل سلمي فعلا كما تسأل ديفيد؟ هو يرى أنه ممكن بالأسس التي تحدث فيها ما وجد نظرك؟ طبعا دائما يوجد حل لكل مشكلة يوجد حل الشيء الأساسي في كل الحديث الذي سمعناه من قبل أنه نرى هناك تعصب من الطرفين أكثر من جانب المسيطر بطبيعة الحال يستمد تعصبه أو عنصريته لقضيته من القوة التي هي موجودة فيها وبدعم من الخارج لا يفيد لا للمواطنين الموجودين هنا بحق أي شرعي أو مواطنة موجودة فعلي ليشترك فيها على أرض الواقع اللي ممكن يعيشوه اثنين سواء على أسس قانون شرعي يستمد شرعيته من القانون الدولي ولا ينفي حق الآخر لأن هناك شعب موجود منذ التاريخ أجمع موجود هنا واختزل كل ما كان لديه أستاذ غالب هل يمكن أن تخرجنا صفقة القرن التي تطرحها الآن الولايات المتحدة أو يطرحها دونالد ترمب على أنها يمكن أن تكون أرضية لبداية الاتفاق هل يمكن أن تخرجنا من هذه المعضلة التي نتحدث فيها صفقة القرن على أرض الواقع هي إجت في سياق شرق أوسطي اللي كان مخطط له أنه يكون شرق أوسط جديد وهذا الشرق الأوسطي الجديد مش بس ما خلقش ألا سقط فشل فكانوا محضرين الصفقة بناء على التحذيرات اللي كانت حوالينا لما هذا فشل أصبحت صفقة القرن أنا في نظري وفي قناعتي وكمان على أرض الواقع أصبحت في خبر كان قبل ما خلقت لماذا؟ لماذا؟ يعني ما فهمناها على الأقل لا يمكن تجاوز حق الشعب الفلسطيني هذه من جهة من جهة ثانية بالنسبة للشعب اليهودي اللي هو أصبح أمر واقع في الشرق الأوسط وفي وطننا هوني وطننا هو أصبح أمر واقع كمان أنه يبني وجوده على غلط وعلى هضم حق الآخر كمان مش من مصلحته لذلك هل فقط القرن كلها؟ فقط القرن بتغذي بتغذي اليمين الأمريكي المتغطرس بتغذي اليمين الإسرائيلي المتغطرس زيه وبتغذي اليمين العربي اللي بتغطرس أكثر وعم بدفعوا ميات مليارات الدولارات تايمشوا هاي الصفقة اللي كلها غلط من أولها لأخير ولا يمكن تمر طبس هو لا يمكن تمر ما تذكروا ده معناه أنه الطرف الوحيد الذي اعترض عليها بهذا الشكل هو الفلسطينيين هن أصحاب الحق بس يعني إذا كانت الولايات المتحدة تقدمها وإسرائيل بالتأكيد تدعمها وإن كانت هي أيضا تعترض أو تطالب المزيد وحتى العرب يدعموها هذا المعسكر أمريكا إسرائيل والعرب اللي حتحدثت عنهن كمان كانوا بدي قسموا سوريا ومغدروش هل هي شر مطلق؟ كانوا بدي قسموا العراق ومغدروش هل هي شر مطلق تعتقد؟ كل إشي هن بدونية ماشي لا لا أقول أن كل شيء بدون ويا ماشي خلينا استمع إلى بعض هل هي شر مطلق تعتقد؟ لأن ما ضرر مثلا في الفكرة التي تطرح فكرة استبدال أو تبديل الأراضي حتى تصبح أو يصبح لدينا كيان قابل أن يعيش مش مفسخ داخل الأجزاء الفلسطينية وتتفادى معضلة المستوطنات التي أشار إليها داود قضية الانقسام الفلسطيني هو انقسام مبني هو جزء من كل العملية التي صارت أو التطورات التي صارت في الشرق الأوسط وهذه التطورات أصبحت في وضع أنه فيها متغيرات أساسية وجذرية وهذه المتغيرات بدأت تلحق قضية الانقسام آجلا أم عاجلا أما إحنا إذا كفلسطينيين من الداخل هنا إذا إلنا نداء إذا إلنا توجه وخاصة على خلفية سن قانون كامينيتس وقانون القومية قوانين عنصرية اللي بتشكل خطر على وجودنا هون إحنا إلنا نداء لقيادات شعبنا الفلسطيني إنه الانقسام هذا هذا الانقسام عائق أمام السلام وعائق أمام حق تقرير المصير وعائق أمام مصلحة الشعب اليهودي طيب فلذلك فلذلك يعني صفقة القرن لا يمكن إنها تصرب ومن مصلحة الشعبين اترك القيادة اسم مصلحة الشعبين إنه يقاتلوا لمنع أو لإجهاض هذه المحاولة البائدة طيب جيد خلينا سمع الرأي ريم وفقاً لوجهة نظرها ما هي المعضلة الأساسية لفكرة وصول الطرفين لاتفاقية ما أو سلام ما قد يرضي الطرفين طبعاً مع الكثير من الجدر والحوار ما المعضلة الأساسية من وجهة نظرك؟ أنا بالنسبة لي حب أحكي عن حق العودة كيف ممكن لشعب فلسطيني تهجر من أراضيه مش بإيده غصباً عنه من سبعين سنة اللي هلا معهم مفاتيح بيوتهم معهم كوشان أراضيهم ما بقدر يجعب على بلدهم ما هيك الإسرائيليين أو اليهود اللي طلعهم ثلاث تلاف سنة هلا عاديهم بيرجعوا طب كيف ممكن يكون فيه سلام هو فيش مسواه ما فيه عدل وفيه عنصرية فأنا برأيي سلام مش قائم بما أنه الحق العودة لست مش موجود مش موجود للطرف أو طرف تاني موجود وفيه كتير مشاكل مش رح تحققها السلام كريم هل المعضلة فعلاً حق العودة؟ لأن كما تبعنا إسرائيل أو سفير الإسرائيل في الأمم المتحدة يقول إن هذه المعضلة الرئيسية يعني تحدثنا عارضاً عن المستوطنات لكن هو بيصنف فكرة اللاجئين وملف العودة بأنه الأكثر تعقيداً هل هناك تصلب من الجانب الفلسطيني مثلاً أم من الجانب الإسرائيلي فيما تعلق بهذا الأمر؟ يعني سواء سفير إسرائيل أو أي مسؤول إسرائيلي آخر يعني كأنه الحل موجود ونوجد وبس اليوم النقاش والمشكلة هي قضية عودة اللاجئين بالتأكيد اللاجئين فينهم حق في العودة وكل إنسان ترك بيته وترك أرضه إلو الحق بهذه العودة بس المشكلة لليوم اللحظة إحنا قاعدين أنه عملية السلام نفسها مش راح تتقدم في ظل وجود استيطان يعني متفشي ويقضم الأرض بشكل كامل بس ما هو استيطان توقف لمدة سنة ولم نفعل شيء أو كذا يقال يعني حتى ما يقال هو كذبة كبيرة حتى قضية تجميد الاستيطاني اللي تم الحديث عنها قبل أربعة سنوات أو خمس سنوات اللي هو لفترة أشهر في هاي الفترة كان فيه هناك بناء استيطاني واستمر البناء الاستيطاني ولم يتوقف يوم واحد بناء الاستيطاني بس بناء أفقي مش رأسي أفقي ورأسي بكل الجهات هاي قضية قضية ثانية اليوم نتكلم احنا عن قضية الاستيطان قضية الاستيطان في داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومنتكلم بالمقابل في قضية هدم وقضية تشريد وقضية يعني انهاء للوجود الفلسطيني في داخل المنطقة السي فقط بالأمس أقرت محكمة العدل العليا قضية هدم وترحيل سكان الخالي الأحمر بعد سنوات طويلة من النقاش والبدولات في داخل محكمة العليا للأسف قضية محكمة العدل العليا يعني شرعوا جريمة حرب ممكن ترتكب ضد السكان في داخل الخالي الأحمر واللي هي الترحيل القصري واللي هو حسب القانون الدولي مصرف بشكل واضح كجريمة حرب يعني نتكلم عن جدير السكان الفلسطيني صالح المشروع الاستيطاني فأي عملية سلام نتكلم عنها نتكلم عن عملية الاعتقال والقمع المتواصل اللي بتقوم فيه سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطيني أي سلام تتكلم عنه يعني متكلم عن الحواجز وتقسيم الكنتونات أي سلام تتكلم عنه فعمليا القضية يعني متكلم عن حق العودة أو بتكلم عن الانقساب بين غزة ورمالله هي كلها مجرد مبررات تساق من أجل عدم التقدم في عملية السلام بس فيها جزء من ضعف الجانب الآخر لأنه على الأقل بيعطي مبررات للطرف الإسرائيلي مشكلة مشكلة حقيقية الكسام الفلسطيني هو مشكلة ومشكلة حقيقية ويجب بأسرع وقت ممكن إنهاء هذا الملف يجب إنهاء عادة الوحدة واللحمة للصف الفلسطيني عدم الحديث عن نقطتين جغرافياتين منعزلات اللي هي الضفة الغربية وقطاع غزة هذا بالتأكيد بس أنا بالمقابل بطلع على الجانب الآخر اللي هو الجانب المحتل الجانب اللي بمارس السلطة على الأرض واللي كل يوم بفرض وقاع جديد على الأرض هاي الوقاع هي بتمنع أي حل مستقبلي هذه نقطة مهمة يعلى هل وصلنا إلى درجة من أن هذه الوقاع التي ذكرها السيد كريم فعلا منعت أو تمنع أي حل مستقبلي أم هناك منفذ أو طريق التفافي يمكن أن يصل إلهي الجانبين في طريق ثاني الطريق الثاني الطريق خاص براي أهم الطريق هو الطريق مع بعض ننقش ونقف مع بعض وبيدي أحكي عن بدي أحكي عن قانون القومي القانون القومي هي موجودة بالدولة قبل حققوها إذا نعمل هون مكان منيح وإذا إحنا كلنا نعيش بالكرامة هون هو الطريق مع بعض اليهود والعرب والفلسطينيين والإسرائيين مش واحد داد الثاني ما بعض بمعنى أي يعني معنا دولة واحدة تضم الكل؟ مش مهم إذا نناكش ونعرف مع بعض إيش كلنا بدنا عشان إحنا نعيش هون بكرامة إذا أحسن إلنا هون نكون في دولة واحدة طيب نكون في دولة واحدة وصوت واحد للوطن واحد من يقرر على ما هو أحسن لمن؟ لأن حل دولة واحدة مثلا مستحيل إسرائيل تقبل به أو يقال؟ اليوم دولة إسرائيل ما بدها يكون هون متسوى ووامدها يكون هون مش مهم بالنسبة للدولة اليوم يكون كرامة للناس وفي رأي هذا يخلص عشان مش ممكن يستمر لكثير وقت أنت ذكرتي قبل أن أتحول إلى مشاركة آخر أنت ذكرتي يعني واضح أن هناك مساوئ كثيرة لقانون القومية وكان عليه ضجة كبيرة هل المساوئ فقط للمواطنين العرب داخل إسرائيل؟ أم له تأثير سلبي على عملية السلام كمان؟ خاص برأي كمان لطريقة السلام خاص برأي هذا القانون هو يسعيد لإسرائيل يأخذ أرض من فلسطين والقانون يسعيد لإسرائيل يعمل هيك ويقول للناس أنتم هون معنا بالدولة يهودية وهيكا هذا طيب ريمة استمع لمشاركتك أنت أيضا سواء تعقيب على القانون أو على طريق السلام بالمجمل ما بين الجانبين أرشوكي حسب رأي عشان نقدر نتكلم عن السلام مع الفلسطينيين مع الإنسان اللي بواجه كمان المشاكل هاي لازم يكون فيه عندنا سلام داخلي وللأسف السلام الداخلي اليوم مش موجود سلام داخلي بمعنى قوة إسرائيل مش سلام داخلي قوة نحن لا بمعنى قوة إسرائيل للأسف مش عندنا هذا السلام حاليا قانون القومية للأسف هو تقدر تقول أنه هو لا جديد تحت الشمس هو كان موجود بس ما كانش قانون ما كانش قانون أساس في إسرائيل كيف يؤثر يعني على قالت أن هو بيؤثر أو سيؤثر على عملية السلام كيف من أي زاوية تعتقد تعالى نقول هيك من اللحظة اللي نسن فيها هذا القانون التطرف من الناحة اليمين الإسرائيلي أو من ناحة المتطرفين الإسرائيليين إن كان يسار أو يمين صار فيه الهنتأييد أكثر ومن ناحية الثانية بصرش إحنا كمان توصل دولة إسرائيل لوضع أنها سنت قانون اللي هو بيعترفش في مواطن إكس ومواطن واي إن كان عربي إن كان درزي إن كان إيش مكان في نفس الوقت هذا الإشي راح يثور كمان مشاكل جوات إسرائيل فقبل ما إحنا نحكي على السلام خارج إسرائيل السلام بين إسرائيل وبين دول أخرى أو بين قوميات أخرى في عنا مشكلة هون جوات إسرائيل اللي هي كمان راح تثور برات إسرائيل وكمان راح تثور جوات إسرائيل من ناحية ثانية فيه كمان شغلة راح أطرق عليها أنه من لحظة اللي الموجد هذا القانون للأسف إحنا ممكن نشوف العنصرية أنها هي عم بتزيد الأحداث اللي صارت آخر الأيام إن كان مع الشباب العرب اللي كمان ضربوا بسبب كون هون عرب إذا كان تصرفات اللي عم بتصير في مثلا نتباق في المطار نفس الشيء إحنا عم نشوف أكثر تصرفات عنصرية وفي نفس الوقت فيش عندنا أي إنسان من الحكومة اللي هو بقول أنه هاي الأشياء مش لازم تصير مش لازم تحصل دكتور الربيعة لدينا قضيتين ربما كما ذكر إسرائيل تتاجه صوب اليمين هكذا استمعنا لبعض الأراء والجانب الآخر سلطة فلسطينية منقسمة ومفتتة لا تقوى أو تتهم أنها لا شريك دائما كيف يمكن أن نجمع النقيدين طيب على طريق يصل بنا إلى سلام إذا كنا فعلا نريد أن نحققه ولا هو أصبح من المستحيلات الآن أولا أنا حسب رأي لازم يكون في حسن نية من الطرفين ونية صادقة بإجراء السلام يعني أنا أنا بعتقد على إنه الشعبين الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني يعني بقدر أختم على أنه هني بدهن عملية السلام إنها تتم لأنه ما فيه إنسان طبيعي بيصبوا أنه يكون فيه حروب يكون فيه قتل ويكون فيه وضعي اللي هي متأزمة كل الوقت يعني إحنا سبعين سنة أنا بذكر لما أولادي إجوا للعالم هذا كنت أتمنى أنه ما يكون فيه حروبات وما يكون فيه إلزام أنه هني لا سمح الله يواجهوا في حالات حرب ولكن للأسف إحنا ما زلنا عايشين هذي الأوضاع أنا بفكر على إنه أول إشي يعني لازم دولة إسرائيل أنا دائماً بقول حتى تفهم الآخر ضع نفسك مكانه يعني أنا دائماً بقول وهاي قلتها في عدة وسائل إعلام مثلاً بالنسبة لقانون القومية إذا الشعب اليهودي في إسرائيل كان بيقبل في قانون عن هزي اللي هو بمس في حقوقه ولا يذكره يعني ينفي مواطنته إذا كان بيقبل فيها نقول في أمريكا مع يهود أمريكا نفس الصيغة فممكن ساعتها أنا أقدر أفهم ليش هني سنوا هذا القانون غدير بدي أحكي عن راي أول إشي بالنسبة لقانون القومية وعلاقته بعملية السلام لما عمضيه بقانون القومية حكو على تشجيع بناء البلدات اليهودية عملياً وإقامة إسرائيل الكبرى فعملياً هون بقدروا يبنوا وان ما بدهن وانت ما بدهن يعني حتى بالبلدات عربية بالدولة من التمانينات ما بنى آخر إشي البلدات العربية بالنقب ولا أي قريبونية حتى القرى اللي اعترفوا فيها البنية التحتي فيها مش عملينا فهي أكبر واحدة هاي واحدة من المعضلات اللي هي أساسية تاني إشي قضية القدس هدول قضيتين اللي هن أكبر عقبي أمام عمليتي السلام بقانون القومية الشغل التاني بدأت الرقلة وجودنا إحنا كعرب فلسطينيين بالدولة حسب رايي إلو دور كتير كبير في عمليتي السلام إحنا ولا مرة كنا شركاء بعمليتي السلام مثل عملية أوصل ولا مرة كان إلنا دور شكرا جزيلا أنا غديرك آخر المشاركين للأسف الوقت انتهى للأسف لكن ساعدت جدا بتواجدكم معنا في هذه الحلقة الخاصة من نقطة حوار كنت أتمنى أن يكون هناك مساحة أكبر من الوقت لكن هذا هو المتاح مرة أخرى كل التحية من فريق عمل البرنامج في هذه الحلقة الخاصة التي أتاتكم من تالي أبيب أنا محمد عبد الحمد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر